أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقة النهاردة من يحكى أن بدأنا الجزء الأول واتكلمنا عن كيفية حساب تاريخ الولادة المتوقع وقلنا معلومات كتيرة عنها وعن هذا الأمر يعني وبدأنا الحوار في الموضوع الثاني وهو عن أثر التدخين على الزوجة الحامل سواء بنتكلم طبعا غير الأضرار السيئة عليها هي كزوجة يعني أو كأم حامل لكن كنا بنخصص بقى الكلام بتفصيل أكتر عن الجنين أو ما بعد الولادة وكل ده كنا بنتكلم عن التدخين الإيجابي أو أن الزوجة الحامل نفسها هي اللي بتدخن سواء كان تدخين تقليدي أو تدخين إلكتروني أو ما شابه وختمنا هذا الجزء بسؤال وقلنا طيب التدخين السلبي بقى إيه أثروا على الزوجة الحامل أولا هل بيأثر ولا لأ وسانيا لو بيأثر إيه رده والتدخين السلبي زي ما قلنا أن الزوجة ما تبقى شيئا اللي بتدخن أو الأم يعني شيئا اللي بتدخن لكن موجودة في مناخ محاطة بالتدخين الرد الفوري على سؤال هل التدخين السلبي يؤثر ولا لأ أيوة يؤثر سلبا على الحمل لو زوجك زي ما قلنا كان مدخن أو عيش في منزل فيه مدخنين بيتعيلة مثلا أو بتشتغلي في مكان لا يمنع التدخين أنت للأسف بتكوني معرضة لاستنشاق الآلاف من الأدخنة السامة المسببة للسرطان وانتي ما بتدخنيش الأدخنة بس بتاعت السجاير دي دي بتسبب لقدر الله السرطان والسجاير على فكرة دي مش بس الأدخنة دي مش بس بتنبع اسم السجاير المشتعلة عشان تبقوا حضراتكم عارفين لكن كمان في حاجة أكثر خطورة وهي نهايات السجاير عقب السجاير دي عقب إطفاقها يعني لما بنجيب السجارة ونطفيها في الطفاية الأدخنة اللي بتطلع دي لا تقل في الضرر عن الأدخنة اللي بتطلع أثناء عملية التدخين خلوا بالكوا قوي من نقطة دي خلوا بالكوا قوي من نقطة دي التدخين السلبي يؤدي إلى لا قدر الله طبعا كله زيادة نسبة الإجهاد وزيادة احتمالات الولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الجنين بخلاف الدلائل الحديثة جدا اللي أكدت إن الطفل بعد الولادة الطفل بعد الولادة الطفل هو بعد الولادة إذا كانت مامته تعرضت للتدخين السلبي أثناء فترة الحمل فالطفل ده بتزيد عنده معدلات الإصابة بأمراض الجهاز العصبي وبيكون مستوى زكاءه منخفض عن الأطفال اللي مرت على أمهاتهم فترة الحمل بعيدا عن سموم التدخين السلبي معلومة أخيرة في منتهى الأهمية وهي أن بدائل النيكوتين وحتى علاجات التدخين غير ملأمة غير ملأمة أن الزوجة تتناولها أثناء فترة الحمل ما فيه حاجات كده برضو طلعها وبدائل النيكوتين ده كل ده ممنوع والحقيقة أنا عايز أفكر حضراتكم بنتيجة دراسة طبية حديثة كنا قدمناها هنا لحضراتكم في أحكى أنا في حلقة سابقة كان دراسة حديثة جدا وكان لي علاقة أيضا بالتدخين الدراسة الطبية الصادمة دي وهي صادمة فعلا كانت بتقول أن الآباء خلوا بالكوا بقى الآباء اللي بيتعرضوا للتدخين السلبي لديهم قابلية لإنجاب أطفال يعانون من الرب والحقيقة أن الخبر ده كان بيلخص زي ما قلت دراسة طبية حديثة جدا تم إجراءها من خلال فريق طبي من الباحثين في استراليا وبريطانيا وسريلانك في استراليا وبريطانيا وسريلانك وهي دراسة صادمة فعلا وده لأنها بتعلن أن التأثيرات السلبية للتدخين بتكون مش بس على اللي بيدخنوا ولا على أولادهم لكن كمان على أحفادهم هتعرفوا إزاي دلوقتي ملخص الدراسة الطويلة المرعبة دي بيقول أن اللي بيدخنوا أي نوع من التدخين ها اللي بيدخنوا إذا كان عندهم أولاد ذكور يعني حد هو بيدخن عنده بقى أولاد ذكور وكانوا الأولاد دول تحت عمر خمستاشر سنة فغير أن الأولاد دول اللي هم تحت عمر خمستاشر دول هيتعرضوا لكل المشاكل المتوقعة لأثار التدخين وتحديدا على الجهاز تنفسي والعيون وكده لكن كمان خلوا بالكوا بقى الأولاد دول اللي هم تحت خمستاشر سنة معرضين يحصل لهم تغييرات جينية في الخلايا اللي بتكون مسؤولة عن تصنيع الحيوانات المنوية عندهم بعد كده يعني استنشاق التدخين قبل عمر خمستاشر سنة ممكن يحدث تغييرات جوهرية في جينات الخلايا اللي هتصنع الحيوانات المنوية طيب ده هيؤدي لإيه؟ ده هيؤدي إلى أنه الأولاد دول اللي تحت خمستاشر سنة دول لما يكبروا ويتجوزوا ممكن يخلفوا أطفال عندهم ربه بنسبة تسعة وخمسين في المية وللأسف النسبة دي بقى بتزيد واحتمالات إنجاب الأطفال دول اللي عندهم ربه دول بترتفع لتنين وسبعين في المية إذا كانوا الآباء بقى دول اللي كان عندهم خمستاشر سنة دول مرسوا التدخين الفعلي مش السلبي قبل عمر خمستاشر سنة يبقى واحد عنده خمستاشر سنة تحت خمستاشر سنة وبابا بيدخن أو مامته بيدخن أو الاتنين بيدخن أو جده بيدخن وهكذا خلاص هو تحت خمستاشر سنة هيحصل له تغييرات جينية في الخلايا اللي بتصنع الحيوانات المنوية لما اللي عنده بقى تحت خمستاشر سنة ده لما يكبر ويتجوز ويخلف اللي ممكن يخلفهم دول معرضين يكون عندهم ربه بنسبة تسعة وخمسين في المية لو هم بقى نفسهم اللي عندهم خمستاشر سنة دول شربوا لسجاير هيبقوا بيخلفوا أطفال عندهم ربه بنسبة 72% 72% انتم متخيلين النسبة قد إيه؟ الدراسة دي بتعلن وبكل وضوح أن الآثار السلبية للتدخين أصبحت عابرة للأجيال مش انتم تسمعوا مصطلع يقولك عابرة للقارات لا ده بقى أضرار عابرة للأجيال انتم متخيلين يعني فيه واحد دلوقتي هو بيدخن دلوقتي حالة واحد أو واحدة بيدخنه حفيده اللي لسه ما تواجهتش هيتأثر عن طريق الأب الابني يعني اللي عنده 15 سنة وعلى فكرة حكاية الآثار العابرة للأجيال ده ده التعبير الحرفي اللي جي ذكره في الدراسة دي الدراسة دي تم إجراءها من خلال جامعة ميلبرون في استراليا وتم نشر نتائجها في الدورية الأوروبية للأمراض التنفسية بتاريخ 16 سبتمبر 2022 اللي عايز يرجع يعني للموضوع عسنا ممكن حد يقول إيه دكتور بيبالغ سبتمبر 2022 خلاص وعشان كده هرجع وأقول تاني أنه يوجد ضرورة لتطبيق فيه قوانين فيه قوانين بتمنع التدخين والحاجات دي كلها لكن أصبح هناك بقى ضرورة لمزيد من تفعيل هذه القوانين في الأماكن العامة وفي الأماكن النزهة والمطاعم ويعني وهكذا ده فيه مصيبة كرسة اسمها الدروس الخصية اسمها المراجعات اللي هي بتتعمل في أماكن كبيرة والسناتر والحاجات دي ودي بتبقى بقى عبارة عن أدخنة كده ستول ما احنا ماشيين يعني مش عايزة أقول لكم بس أن الأسادزة اللي بيدوا الدروس الخصية دي هم اللي بيدخنوا ده فيه ناس بيدخنوا وبتوع أمن بيدخنوا وطلبة بيدخنوا وكذا فحكاية أن التدخين ضر بالصحة يا جماعة دي مش عبارة روتينية صدقوني مش عبارة روتينية بنقراها أو نسمعها لكنها بالفعل حقيقة وأمر واقع والمنطق والعدل يخلونا نتعامل مع مضمنها بمنتهى الجدية والاحترام